السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم ميديو من قناة كارت الامورج زيكم عاملين يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا. طبعا نزلت لكم من يومين الفيديو الجديد اللي هو نظرية عن كيف ترورت لنينك. وطبعا ما بقى ان في ناس كتير عجبها الفيديو. فالنهار ده جزء تاني للاحداث ظهرت في فيلم كيف ترورت لنينك واحد. وظهرت في فيلم كيف ترورت لنينك اتنين لكن بالعكس. ولكن قبل ما ندع الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة فالجرس تبعا تتخليلي الكل. وطبعوا الفيديو. تالت حاجة في فيلم كيف ترورت لنينك واحد كان العدو الرئيسي هو تنين اللي هو الموت الاحمر. كانش فيه اي عدو تاني. لكن في فيلم كان في ترورت لنينك اتنين كان العدو الاول والاخير كان دراجو. صح ان كان فيه مزر الوحش لكن اللي كان مسيطر عليه هو دراجو كان متحكم في افعاله فيعتبر العدو في الجزء الاول كان تنين والعدو في الجزء الثاني كان انسان. بعد كده عندنا في الجزء الاول لما كان حبزوكا وابوسين بيحربوا تنين الموت الاحمر الزيد بتاع ابوسين في اللقطة دية اتصاب. اتصاب وكان خلاص على وشك ان هو يعني يتضمر بالكامل. لكن في الجزء التاني من كان حصل تقريبا نفس المشهد ولكن الزيل هنا مجللوش اي حاجة بالعكس كان ساعدهم على الاعتفاض بتاعت اا من الاعتفاض الحد اللي كانت حصلت في الكتال. فبالتالي ده برضو عكس الجزء الاول. بس وبكده اكون شرحت لكم النظرية بتاعت فيلم كيف ترويب تنينك عكس فيلم كيف ترويب تنين. اتمنى تكونوا فهمتوا النظرية ولو عندكم احدث ثانية انا نسيت اقولها اليوم نفس المعنى اللي انا اشرحته في الفيديو يقولولي. وقولولي برضو هل دي كانت تعتبر صدفة ولا كانت حاجة نصدينها في دريموركس. بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم تنساش تعمل لايك اشترك في القناة وتفعل الجرس انبهات تخليلي الكل. وتكتب لي كومنت. وضع صفحتي على الفيسبوك. وصفحة تيك توك. وسلام.